جوزية اخرى جوزي جوميس بعد المباراة بحسب يعني كواليس اللي جات لنا لرقم 10 عمل جلسة داخل غرفة ملابس اللاعبين وقال لهم نصا انسوا ما حدث في مباراة اليوم والتقاهل لسه بين اقدامنا وقال ان احنا سبق وفزنا خارج الارض امام فريق ابو سليم الليبي وهنكرر الامر ده قدام دريمز وشكبالة كان اكتر لعب في الزمالك منفعل بعد المباراة الجلسة اللي كان واقف فيها جوميز شكبالة كان واقف بعيد وكان جنبه عبدالواحد السيد بيحاول يعني يهدي وقال ان كان فيه اعتاب حسب المصدر بتاعنا في الفريق قال ان كان فيه اعتاب بين سيف الجزيري وابراهيمة نضاي الجزيري كان بيلوم نضاي على فقدانه للكرة اكتر من مرة وفي اللحظة دي تدخل احمد مجدي المدرب المساعد وفض النقاش بين السنائر كلهم كانوا خارجين النهاردة لعب الزمالك متعصبين الفوس كان سهلوا في ايديهم يعني في ايديهم طيب مجلس ادارة نادي الزمالك بما ان الامور اتصعبت اكتر يعني فمجلس ادارة نادي الزمالك رصد مئة الف جنيه لكل لاعب بحال الصعود الى نهائي الكونفيدرالية والتخطي عقبة الفريق الغيني فريق دريمز في مباراة الاياب الادارة بلغت كابتن عبدالواحد السيد بالمكافأة وان شاء الله باذن الله بالمكافأة وبغيرها داعبي نادي الزمالك قادرين ان هم يرجعوا في مباراة العود بالخبر